السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتحدث عن سفينة سيدنا نوح سنتحدث عنها ليس من القرآن ولا من السنة سنتحدث عنها من العهد الأديم ما هو العهد الأديم؟ العهد الأديم هو الكتاب الذي يؤمن به اليهود والمسيحين يؤمن به سنتحدث عن كلمة عهد والحجات سنتحدث عن سفينة نوح هل نحن نتحدث عن سيدنا نوح سنتحدث عن سيدنا نوح كان لديه تأثير عظيم جدا وحتى الآن لغاية النهاردة لديه تأثير جدا على الأمور السياسية سنتحدث عن سيدنا نوح وقل لي كلامك صح أو كلامك غلط أنا مش أفتبس بأي حد من القرآن أو السنة هنركز على كلام الاسرائيليين وكلام اليهود هنبدأ بالكصة وبعد كده نفسر كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه الكصة ان بعد الطفان وابتدأ انوحها ان يكون فلاحا وغرص كارمن كارمن اللي هو العنب وعندنا حديث ان يعني من قاله سمى العنب كارمن فليستغفر الله طيب ليه لانوح كان لما بيشرب العنب كان ممكن يزكر فيروح موزع الحجاب بتاعته فمن القرم وشرب من الخمر فزكر وتعرى داخل الخباء هو العزو الله ده نبي من الانبياء مفروض ان هو معصوم من كده ومشرفش خمرة ويبقود والناس وتعرى داخل الخباء فابصر حام ابو كنعان الكاتب مصر حام ابو كنعان عورة ابيه حام ده الابن الاوسط سام حام ياس واخبر اخوي خارجا يعني حام راح قال له اخواته اللي برا فاخذ سام ويفس الرداء وضعه على التفاهمة ومشي الى الوراء وستطر عورة ابيهما ووجهههما الى الوراء فلم يمسر عورة ابيهما فلما استيكز نوح من خمره علم مما فعل به ابنه الصغير فقال ملعون كان عين ملعون كان عين ليه؟ هو من اللي غلت محام ابنه ما عملش حاجة ملعون كانعين عبده العبيده يكون لاخواته جملة هولا تاني عبده العبيده يكون لاخواته وقال مبارك الرب إله سام وليكن كانعان عبدا لهم ليفتح الله ليفس فاسكم في مساكن سام وليكن كانعان عبدا له مبارك الرب إله سام اله سام الرب هو بش إلهنا كلنا لا ده إله سام سام ده هو المميز انها بدأت فكرة السامية السامية على الفكرة مصطلح مظهرش غير 1800 يعني قبل كده ما كانتش فيه كلمة السامية ده هنا وليكم كنعان عبداللهم طب تعالنا شوف الخريطة على حسب الكلام العهد القديم هو على الفكرة مفروض ان هو الابن الحام ده ابوه كان عام يعني كان عام ده بش ابن سائدنا نوح وهنا بيقولك عالم ما يفعله بابنه صغير ابنه صغير مفروض ان هو يفس بش حام ماشي مفروض حسب الخريطة ان دول اولاد سام ودول اولاد حام ودول ابناء يفس ده خريطة روبرت وليفتسون ده عملها سنة 1823 ان سام مرتبط بأسيان وحام مع افريقيا ويافس بكل اوروبا سام اللي هي الساميين اللي هم مفروض ان هم اللي هيبقى منهم سيدنا إبراهيم ومنهم سيدنا سحاق وعقوب والأصباط وأولاد يعقوب أو أولاد اسرائيل فهنا فيه تقديس للسام وتحقير لحام اللي هو الكنعانيين اللي هم أهل فلسطين ومصر وباقي أفريقيا اليهود عندهم عقدة من مصر يعني هم عندهم عقدة من مصر اللي بيقول الكلام دوت فرويد اليهودي بيقول ان عقدة اليهود هي المصريين يعني مبهورين بالحضارة المصرية بشكل رهيب جدا وينسبوا نفسهم ليهم ويقول لك احنا اللي بنيني الأهرامات البهرامات دي مبنية في الأسرة الرابعة وانتم جيتوا مفروض حسب كلامكم وكلامكم غلط في الأسرة ال 18 مفروض ان سيدنا موسف بين ال 14 و 15 وان فسر ليه الكلام دوت هم انبهروا بالحضارة المصرية وينما بيكتبوا العهد القديم اخذوا كتير جدا من الحضارة المصرية ومن الأسطيرة المصرية ومن حضارة اليمن ومن الحضارة البابلية فالكتاب بتاعهم بقى خليط من حاجة كتيرة جدا وهتلاقي حاجات كتيرة يعني لما تكربتها معهم كده لما يتكلم عن الوهم بيتكلم بشكل غير لما يتكلم عن يهوة مثلا او يهو بتلاقي الطريقة والسرد كله مختلف تماما كأنه ده موجود في كتاب وده موجود في كتاب طيب ليه تلعن كنعان كنعان اللي هو الاب الكنعانيين اللي هو الفلسطينيين هم حاولوا يدخلوا اكتر مرة وانهزموا فهم كانوا بيكراه جدا كنعانيين وصبوا عليهم اللعنات لكن احنا عندنا آية في سفر التسنية لا يقتل الاباء عن الاولاد ولا يقتل الاولاد عن الاباء كل انسان بخاطئته يقتل فمعنى فيش حاجة اسمها ان حام غلط فكان عن هو اللي يتحمل اللعنة ما يعاندش حام ليه وبعدين حسب العهد القديم ان اي حد بيلعن لو نبي او غيره لعن اللعنة ما تتحققاش غل الله وربنا لعن هنا في الكلام كله قابليه وبعديه ما تتكلمش ان ربنا امن على دعاء سيدنا نوح طيب نكمل طيب بسبب الاية دي واية التانية بقى في حاجة اسمها سهيونية المسيحية في مسيحيين كتير مبهورين بالسام وشايفين ان السامين دول اعلى حاجة وشايفين ان اليهود مقدسين لان سيدنا عيسى بوعث منهم وده اسم كتاب هنشوفه دلوقتي اول دعوة المبعث اليهود لفلسطين كانت في انجلترا على ايد عالم اللاهوت البريطاني توماس برايتمان سنة 1562 ما كانش اليهود لسه بفقر في حاجة زي كده اليهود كان عندهم عقدة معينة وكان نفسهم انهم يعني خلاص الحخامات قالوا لهم ان انتم ما ينفعوش تعودوا في فلسطين خالص ودي كل مرة تتردوا كل مرة بيحصل لكم مزبح كبيرة حسب ادعاهم فلازم تسيبوها ومترجعوش غير لما المسيح ييجي يعني المسيح اليهودي اللي هو هيقود الجيش ييجي منفروض ان انتم كلكم تتبقوا مشتتتين انتم عليكم لعنة مفروض تبقوا مشتتتين ما تبقوش موجودين في بلد واحدة تكونوا في جميع البلد فهو اول واحد قال لا انتم مفروض احنا نتجمع ولما نتجمع او بفروض ان اليهودي تجمعوا وساعتها المسيح يرجع والناس كتير بدأوا يتبعون منهم اعضاء في البورلمان الانجليزي وده اللي ادى بعد كده لوعد بولفورد يعني وعد بولفورد كان فيه اساس لي او فيه ناس مقتنعة بالفكرة يعني حتى الرئيس الامريكا الحالي يقولك انا سهيوني اكتر من السهينة خلي بالنا السهيونية غير اليهودية غير بني اسرائيل اعنالك النخصر ب كいهود في الوراء فلما يقول Villاء سعد LA نحن انجام كان منهم سعد بني اسرائيل فالأولاد سايدنا يعقوب وربنا او nousше للأولاد سايدنا يعقوب لكن قضيت ال يهودي ras示هم اليهود לالCI اولاد يعقوب الاجهود اولاد يعقوب فرضوا يرك ليهوديا وبعد كده جاءت المسيحية فأكثرهم دخل المسيحية وبعد كده جاء الإسلام فكثير منهم دخل الإسلام تمام؟ يعني أغلب الموجودين فلسطينيين نسابهم يرجع للكانعانيين ويرجع لبني إسرائيل طيب السويونية هو واحد مقتنع بحقية اليهود في فلسطين دي فكرة موجودة أي أن كانت دينا بتاعتك لو أنت مقتنع بكده حتى لو أنت علميني فده اسم سويونية طيب من أكثر الحاجات اللي أثرت اللي هو البروتستانت وطبعا مين مؤسس البروتستانت؟ اللي هو مارتن لوسر عمل كتاب اسمه المسيح وولدها يهودية فبيقولك أن الروح القدس اختارت أنها تنزل كل أسفار كتاب المقدس عن طريق اليهود اليهود هم النسب النقي هم دول أبناء الرب أن اليهود هم أبناء الرب بالنص كده هو الليل كده مارتن لوسر ونحن الضيوف الغرباء وعلينا أن نرضى بأننا كنا كالكلاب اللي تتأكل من فتاة مائدة أسيادها ده من تأثير القصة اللي احنا حكناها عن سفينة نوح أو عن أبناء سيدنا نوح أنه شايف أن السمين دول حسب اعتقاده بالكتاب المقدس أن هم أسياد العالم وأن نحن نرضى كالكلاب اللي تتأكل من فتاة مائدة أسيادها الكتاب طبع سبع مرات في نفس السنة ولوسر قاعد يشرح المواقف المائدة اليهودية وأداني اتهاد الكنيسة الكاسرولكية اليهود وقال لك أن المسيحيين دلوا جزء من اليهود لكن اليهود هم الخلاصة وهما دول أبناء والرب بعد كده بعد فترة لما عشر اليهود وبدأ يتكلم معهم عمل كتاب اسمه اليهود وأكاذبهم للمرت اللوصر بشل واحد تاني الكتاب ده عادي يشين ميهاجم اليهود وقال لهم خبساء ولصوص وقطع طرق يسوع المسيح قال لهم كده وهذه دم مقززة واتهمهم كل التهمات اللي هي كده يتوجه اليهود لأن اليهود هم اللي سلموا يسوع المسيح واتهمهم بتهمة الدم وتسميم الأبار ونهم بخطاف عال صغيرة ويموتوهم واتهمهم بأنهم يلعنوا المسيحين في معابدهم واصف اليهودية بأنها أصبحت شكل من أشكال وسنية واصل بضرورة إحراك معابد اليهود وتدمير منازلهم وأن يجمعوا كلقطيع في الحزائر حتى الحزائر حتى يتحققوا من أنهم ليسوا أسياداً في بلدهم وأنهم غرباء في المنفى يتأكدوا أنهم عبيد لهم وأنهم يعيشوا في حارات اليهود بس في الآخر خالص آخر حاجة كتب في الكتاب دوات اليهود وأكذبهم من الذي يحول دون اليهود وعودتهم الأرضون في يهوزة؟ ما نسيبهم بها يروحوا وعودوا في فلسطين يرفوا العرب بدل ما يرفون إحنا لا أحد أننا سنزودهم بكل ما يحتفون لرحلتهم لا شيء إلا لتخلص منهم أنهم عبقوا نسفيروا العينة وهم بلاقوا نوجدونها طبعاً اليهود يتنشر الكتاب الأولاني وناس كثيرة جداً من رؤساء أمريكا مقتنعين بالكتاب الأولاني ووش مقتنعين بالكتاب التاني يبقى البروستانتية قامت بالنسبة لليهود، اليهود هم شعب الله المختار وأنهم يكونون بذلك الأمة المفضلة على كل الأمة هذه هي حاجة أساسية لأن هم أبناء بني عقوب اللي هم من أبناء سامن في اسمة ميساق إلهي يربط اليهود بالأرض المقدسة في فلسطين هنشوف الميساق دوت ونقرأه وأن هذا الميساق الذي أعطاه الله لإبراهيم هو ميساق سرمادي حتى كم ساعة ربنا وعد سيدنا إبراهيم بأنه يأخذ أرض كلها فلازم أولاده يأخذوها ربط لمان المسيحي بعودة السيد المسيحي وهذا ما غير في النجيل؟ هذا استنتاج أو ربط أن يجب أن نعمل دولة سهونية لأن اليهود يكون موجودين وساعتها المسيح هيظهر إنه المسيح ليس يظهر غير ما يكون فيه يهود مين اللي قال الكلام دوت؟ الكلام ده مكانش موجود يعني ألاف السنين الناس عايشة ومحدش يبطنع بكده لكن هما خلاص تبنوها سنة تقريبا 1500 حاجة زي كده بدأ الناس كتير تتكلم في حاجة زي كده طيب تعال نشوف إيه الوعد؟ إذا ربنا وعده لسيدنا إبراهيم وهو سيدنا ربنا كان سمى إبراهيم قال له أنت منقانها بأسمك إبراهيم وصراي قال لها أنت منقانها بأسمك سارة في سفر التكوين بيقول له وظهر رب الإبرام قال لنسلك أعطي هذه الأرض فبنى هناك مسبحا للرب التي تزهر لها وفي سفر التكوين برضو في ذلك اليوم قطع رب المساقم مع إبراهيم قال لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفراد ودي خريطة إسرائيل اللي هما بيكناوا فيها وأعطيك ونسلك من بعدك أرض عرباتك كل أرض كان عان ملكا أبديا وأكون إليها اللهم وقال لنسل إبراهيم وإسحاق وإسماعيل الوعد للأثنين يعني نسل إبراهيم وإسحاق وإسماعيل نسل إسماعيل اللي هو العرب والرسوع السلام واتباعه وده اللي اتحقق يعني أنت بتعمل أسطورة اتعملت خلاص زي ما كان رئيس الوزراء بتاعهم طلع وقال ده في نبوء عندنا بتقول إن أحصل خراب لمصر وإن النهر هيجف وحاجات زي كده كان بيهدد الفلسطينيين الأسطورة دي أو النبوءة دي كانت كانت يعني في الفترة يعني مفروض ما فيش حد بتنبأ بحاجة هتحصل بعد ألف سنين هو بتنبأ خلال الفترة بحيث اللي حواليه يقتنعوا بكلامه فديكت في الفترة اللي هي قبل المسيح بتقريبا 340 سنة وفعلا في الفترة دي حصل الجفاف في يعني في الأسر الأخيرة قبل ما البطلين يجوا يحكموا مصر فديه حصلت خلاص حاجة حصلت من ألف السنين وإنت لسه تسدعيها فكان من نتاج انتشار البرستانت بإنجلترا ظهرت حركة موظمة تنادي بعادة اليهود لفلسطين فيه اثنين من الإنجليز عملوا عريضة للحكومة لازم نحن نشترك مع هولندا لطوطين اليهود لفلسطين الهم الإنجليزية لازم نتعاون مع هولندا وبيتي الدول عشان ننقل البني إسرائيل لأرض اللي وعد بها إجدادهم إبراهيم وصحاق وعكوب كإرسن باكن أبدا طبعا اللي كان رافض الحاجات دي الحخامات يعني اليهود نفسهم يقول لهم لأ احنا هنرجع فين احنا عندنا لعنة كل ما بنروح بيحصل مشاكل ويجي الفورس ويجي الرومان ويعودوا يهدموا فينا ويموتونا والحاجات دي كلها احنا مش عايزين نرجع كان هوم ما شايفين ان ننفعش نرجع غير لما ربنا يبعت لنا المسيح الخاص بيه لأن هوم ما كانوش مؤمنين بالمسيح والانجليز فيه رسائل كتيرة بقى بتشجع انجلترا انها تبعت ابناء وبنات اسرائيل على سفنهم للأرض اللي وعد بها وناس كتيرة وناس من الناس اللي هي ايه التوالي فبدأ دي كلهم مسيحيين وليس يهود فيه بقى واحد يهودي سنة 1657 من 1604 الوفاء والميلاد اسم مانسي ابن اسرائيل ده كبير حاخامات امستردام عمل كتاب اسم امل اسرائيل وربط بذكاة بين المسيحية البرسانتية الانجليزية والمسيحية اليهودية وقال لهم ان يعني نهاية العالم مرتبط بان يجي المسيح وان يكون فيه يهود موجودين وبعد كده هيبقى فيه الف سنة عشين ناكل عسل والف سنة بس لازم يكون فيه اليهود موجودين فالناس كتيرة بدأت تتحمس وهم هدفهم ان هما يطردوا اليهود من اوروبا وان هما يبعتوهم وكانت اثناء حروب محمد علي بدأ الموضوع ده يظهر لانهم قالوا احنا عايزين حد يبقى موجود غير ما نقعد نبعت له فلوس يبقى موجودين شعب كتير كده يكون موجود يعطل محمد علي ويعطل ان يحصل واحدة عربية جون لك وده من عام زي مارتن لوسر عمل تجديدات كده في العامل النظرية الليبرالية في كتاب وتعليقات على رسائل الكديس بولس يعني نعمل الاصطاحية بيقولك ان الله قادر على جامع اليهود في كان واحد وجعلوهم في وضع مظهر في وطنهم طيب في كتاب برضو اللي هو رجاع اليهود أزمة جمعي الأمم قالك ان الشعب قوي قد وادر وخصوصا ان كان في حالة حرب مع الأتراك اللي تبني قضيتهم قضية اليهود فياخدوا وصيا ومساعدا وولي النعمة لهم في عملية العودة إلى بلاده لا من منظور تمكين النبؤات من التحقق او الجام بعمل يبع الصروف في قلب الرب بل في سبيل تدعيم وتعزيز مخططاته هو الشعب اذا كانت فكرة كازية ستخطر في بال حكامة اذا الشعب المفتلس فالنهم قد يقولون سمت مالهين من الليهود منتشرين في جميع أوروبا وفي اسيا وفي افريقيا كان فيها هود موجودين في الهند وموجودين في الصين ومن شاء ان ذلك الهاب ذلك الحماسة الذين اصاروهم في الماضي ودفعوهم الى السعي لسعادة ارضهم ولا عادة اقوام اتحادهم مع استعادة الديناومر اخرى وتسخيره لخدمة قضياتنا ان يشكل سلاحا جبارا بايدين ان يمكننا من الانتلاك موارد هائلة نوظفها في سبيل تحقيق اقدانا يعني هو الموضوع سياسي وبعد كده في مؤرخ بريطاني عمل كتاب اسمه هلفيك اسرائيل التوراطية ان اسرائيل بالذات من خلال العهد القديم بدأ ان الناس تعرف ان في التاريخ فلسطيني موجود احد خالص غير الحكايات اللي بيروها في العهد القديم لمن الجيد هذا البسط dai viņ EE بان عبارة عن قديم ونحد اخوان احنا سادين يكتب لنا تاريخ خودمان مصريين وليس كنتون يكتبون لنا العهد القديم ونعود لنا الكتاب فاهم قد مصرحوا还有 الوريقات أيضا في اليمن وظاهروا الكتاب Nick وهو يبقى انهم مش الهما 70 عالم وهم قاعدوا يكتبوه في 300 سنة لكنهم قالوا انهم كتبوه في 70 يوم ولما 70 واحد قروا كلهم لهم كل كل كلامهم متطابق وفضل الكتاب يعني يعني اولي الاول اللي بيكراوه اللي هو اليهود بس اللي بتكراوه لحد ما المسيحية الكلام ده كان قبل زور المسيحية مثلا ب50 سنة حاجة زي كده فلما جات المسيحية وقعدوا يدوروا لهم عندهم الاناجيل لكن ما عندهمش كتاب يدوم احكام فقال لك احنا ممكن سيدنا عيسى كان يهودي فاحنا ناخد احكام اللي موجودة على اليهود ونكمل عليها لان سيدنا عيسى بدول ما جاتل انقض النموس وانما جاتل وكمله فبدأوا ياخدوا الاحكام من اليهود فبدأ من ساعتها يعني سات تقريبا ربعمية ربعمية وخمسين لما خدوا القرار دول المسيحين بدأ الناس تهتم بالعهد القديم وبدأ الناس كترة تقرأه وبدأ ان هو يتنسخ وبدأ انهم اكتبوه طيب لما نجي نبص على الهيكل سليمان لو ارتفع بناء الهيكل فوق جبل الموريا دي برضو من دمن الحياة اللي حانزين الكلام فيها وشارع سليمان في البناء بيت الرب من ارشلين في جبل الموريا حيث ترقى لداود ابيه سفر اخبار الايام الثاني وابعاد الهيكل كانت ستون زراعا وعرضه عشرون زراعا وصمكه ثلاثون زراعا يعني لما نجي نحول الزراع ده بالزراع اللي كانو سابن زمان لدروقتي هنلاقينا طول المعبد واحد تتين متر وعرضه عشر متر وارتفاع خمسين متر مع العلم ان اليهود على طول بتبالك في الارقام يعني يقولك ان سيد يوسف لما دخل وجاب اهله معاه كانوا تقريبا اربعين واحد وبعد كده قاعد مش عارف تلتمائة سنة ولا مئة سنة خرجوا ربعمية وخمسين الف ازاي اتناسلوا ازاي تمام فهما بكبرت بتلاقي بقى في سفر اخبار اليوم التاني يعني ده سفر الملوك الايام بقى يقولك الطول بالزراع ستونة زراعا والعرض عشرونة زراعا والرواقع الذي قدام الطول حسب عرض بيت عشرون مئة وعشرين مئة وعشرين ازاي بس تمام انت كنت قيل تلاتين لما تيجي تضرب اربعة بخمسة عشر هتطلع لك اجي ستين متر حاجة صعبة فاستاذي الاثار في جامعة تل قبيب اسمه اس كاشين بيقولك من مزور علم الاثار احنا ما عندراش اي دليل على جبل هيكل في القرنين العشق والتاسع دوروا مفيش وقال لك ان المدينة اللي هم بكلام فيها دي تقريبا كان فيها الفين واحد توماس تومسون بيقولك في كتابه اسمه الماضي الخرافي التوراة والتاريخ مفهوم بناء الهاكل السليماني بوصفه مركزا لعبادة يهوى قال لك الصور دي لا مكان لها في اوصف الماضي التاريخ يعني في التاريخ وفقا مش لان حاجة خالص كالقصة او منعرف حول هذه القصص لا شجعنا على معاملتها كما لو انها تاريخية بالذات ان هما بيقولوا ان هو ملك الارض احنا اللي احنا شايفينه مدينة صغيرة فيها الفين واحد يعني ما تنفعش تقال عليها مدينة والابعاب بتاعتها يعني فيلة صغيرة يعني حاجة مش ضخامة وعالم الاثار الاسرائيلي انا بستعين بكلام اسرائيلي ما جبتش كلام عبدالرهاب بمسيري او كلام جمال الحمدان او اي حد شكك عالم الاثار الاسرائيلي اسرائيل فلانك الشاين من جامعة تل ابيب بوجود اي صلة اللي يود بقدس وجاء ذلك خلال تقرير نشرته مجلة جيرو سالم ريبورت الاسرائيلية بيقول فيها لا يوجد اساس او شاء تثبات تاريخ على وجود داود هذا الملك المحارب اللي اتخذ القصة عاصمة له والذي سيأتي الماء من صلبه اللي اشراف على بناء الهكل الثالث وكده ان الشخصية داود كزعيم يحظى بتكريم حق كبير لانه واحد مملكتيا هوزة واسرائيل هو مجرد وهم وخيالي لم يكن لها وجود حقيقي كما اؤكد فلانكشتاين ان وجود بان الهيكل هو سليمان ابداود مش كوكم فيها ايضا يعني فكرة هما بيقولوا ان سليمان وداود ملوك وليس انبياء طب انتوا ليه مسررين نرجعهم ويقولك ان سليمان سبب ان هار مملكته ان هو كفر ان سيدنا سليمان كفر وان هو بنى معابد لكل واحدة من زوجته من الزوجاته بحيث تعبدوا اليها بتاعها واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملوكه سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة ومنزل على الملوكين البابل على العروطة ومارضة وفي توماس تومسون في كتابه الماضي الخرافي طرق التاريخ جرى تقديم القرن التاسع بوصفه للعصر الزهبي الاسرائيليم وعصمتها في أورو الشليم كانت تلك الحقبة مرتبطة بالمملكة المتحدة التي تضم سلطة سياسية لشاول وداود وسليمان الساطر على الجسر البري مفروض ان حاجة زي كده التاريخ بيش هسيبها على الاقل نعمل عملة درهم بنار اي عملة نقدر نحن نشوفها ولا مكان لو في اوصاف الماضي التاريخي الحقيقي احنا بنعتبرها قصة واللي نعرف عن قصة دي بيخلناش نعملها كأنها تاريخية او ان مقصود بها انها تاريخية ما فيش دليل على وجود مملكة المتحدة ولا دليل على وجود عاصمة في أورو الشليم ولا وجود لأي كوة سياسية موحدة متماسكة ولسه بقى لما نتكلم على حققت الاقصر يعني هو حتى بيشككوا في الجبل موريا يعني الاسم ده ما كانش موجود ولا يتوافر اي دليل على وجود ملوك يدعون شاول او داود سليمان ولا نملك دليل على وجود هاكل في أورو الشليم ما عندرش ايدي الخاص وممبراطورة زي كده صعب ان يكون كل ده ان احلال جبل موريا حيسبان سليمان المعبد محل ارض الموريا وتعبير كوهرافي غامض لا يمكن ان يكون قد حدث فترة الهيك الأول قال لك مفيش اي اشارة ليه في كل الاصفار بسيسناء اخبار اليوم مش مجلة اخبار اليوم صفر اخبار اليوم وصفر الايام كتابه تأخر فهو من عمل المحرر ينفي زمن ما بعد العودة من المنفى في بابل وهذا يبدو ان حلال جبل موريا محل ارض الموريا كان مقصود به ان يسبق على هكه السليمان على فكر اغلب اليهود ما بيؤمنوش بالطورة كلها بيؤمنوا فيه يهود كتير بيؤمنوا بالخمس اصفار الاولين والخمس اصفار الاولين لو نقشناهم فيها حاجة كتير عجيبة يعني يقولك ايه اه ومات موسى من فترة بعيد وحتى الان لن نعصر على القبر يعني مات من الافة سنين واحدة بشلقين القبر بتاعه وفي حاجة كبير من رجال الاثار غير المسوطنين اعترضوا عن حفرات الاثرية ضحلة ومتحشة هم بيحاول ان هم يجدوا اي دليل ولما بيلاوا اي دليل ليه علاقة بالتاريخ الاسلامي او المسيحي بيدمروها ده حد مسلم لا ده دكتور مائير مارجلت في كتابه اسرائيل والقدس الشرقية استلاق وتهويت الكتب دي لازم نحنا نقرأها وتوماس تومسون بيقول برضو ان هم يحاول الكتاب التاريخ فلسطين في اواخر الالف الثانية قبل الميلاد او بدايات الالف الاولى على الضوء قبل الميلاد على الضوء التام لمصادر الكتاب المقدس هي محاولة فشلة ومئوس منها ويمكن اعتبارها محاولة هزلية او تبعث على الضحك والبكاهة قصة العهد القديمة هي المأسورات وحكايات كتبت اثناء الكرن الثاني قبل الميلاد وده مضيع الوقت ده ان يحاول اي انسان ان يزبط مثل هذه الاحداث التاريخية في علم الاثار القديم فالعهد القديم ليس له اي قيمة كمصدر تاريخي يقول كيس واتلم بيكتابه ترفيق اسرائيلي التوراطية طامس التاريخ الفلسطيني ان اي صورة ماضي اسرائيل كما وردت في معظم فصول التاريخ العبري لاست الا قصة خيالية اي ترفيق التاريخ هما بيعملو ايه بعد الوقت بيشوفوا اي اسامي موجودة ويبدو ان هما يحوروها لأسامي وردت يعني تلا بيبدي وردت الزمان بس مش عارفين مكانها فين يروح مسامي مكان ويلغي الاسامي الفلسطينية طيب فيه كتاب اسمه قبيلة السالس عشر عام الف سعمائة ستة وسبعين الكارسر كوستلر كومبولتو الادبية عمل كتاب اسمه قبيلة السالس عشر كتاب ده كتاب علمي واكاديمي وترجم لغات كتيرة لكن هما هدموه بشكل بشع لان هو بيقولك ان اليهود الموجودين دلوقتي دي قبيلة اسمها الخزر دي قبيلة كانت موجودة ناحية تركيا وبين الروم المسيحيين وبين المسلمين وبدأ ان هما يقولك لا احنا مش عايزين ان يتباعد فيهم ندور عاديانة تانية فاتهوادوا فاغلب اليهود لا ينتموا ليباني اسرائي قال لك غالبية اليهود العصرين ليسوا من اصل فلسطيني بل من اصل كوكازي الطيار الاساسي لهجرات اليهودية لما يتدفق من البحر متوسط عبر فرنسا والمانيا للشرق ثم عادة من الاخرى بل اتجه الى الغرب من كوكاز عبر اوكرانيا وبولندا لذلك فيه اوض كتير جدا من بولندا ومن هناك الى وسط اوروبا وعندما نشت في بولندا تلك المستوطرات الجماعية التي المسبوك لها مثيل لما يكون هناك في الغرب اعداد من اليهود تكفي تفسير هذه الزاهرة غير اللي هي القبيلة السالس عشر ونصح لنحدد النسبة العادية لمساهمة الخزر في المساهمات الساميين وغيرها لكن ما تجمع من البراهين يجعل مرء ميال الاتفاق مع جماع المؤرخين البولنديين ان في الازمينة المبكرة نشأة الكتلة الاساسية من اليهود اصلا من بلاد الخزر لا ينتمونا لسيدنا يعقوب ففي كتاب اسمه اختراع الشعب اليهودي كتب شلومو سانت ده مؤرخ سانيما والتاريخ الفكري الفرنسي وقومية في جامعة تل قبيب قال لك بينما اخاف الخزر مؤرخين الاسرائيليين خافين ان هما يتكلموا عن الموضوع دوت ازعجت قبيلة كوستلر سالس عشر كتاب عمل لرد فعل غاضب القراءة العبرانيون باش قادرين ان هما يقيروا الكتاب دوت وما روش غير الناس بتهجموا تقول ان الكتاب ده باش اكاديم واش علم وبعدين يعني ايه لو اليهود شعب ايه الحاجة المشتركة بينهم ايه الحاجة اللي تتجمحهم ده من اليمن وده هنا وده هنا ما فيش حاجة مشتركة غير الاعتقاد الديني وبعض الممارسات الدينية يقول لك على الرغم ان الاهوتيين بيمدحوا مؤلف التناخ وبيمدحوا مملكة داود و سليمان ما عندناش اي معلومات خالص ان مملكة الخزر عندنا معلومات اكتر بكتير عن المعلومات دي اظهرت نتاج ابحاث علم الاجناس البشرية ان ما فيش جنس يهودي ثابت يعني ما فيش حاجة في الدين ايه طول ان كل النداء يهودي او ان ده من بان اسرائيل زي ما هما بيدعوا فيه علامة اسمه لامبروزو لامبروزو ده فيلسوف وليه تأثير كتير جدا على العلم الجريمة والفراسة وانا ما شوف حد يعرف هو بيفكر في ايه والحاجات دي كلها وانشتاين لما بيقول انت بتؤمن باني عقيدة قال لهم انا يهودي لكن انا بقامن بما يؤمن به لامبروزو وده يهودي تقريبا كل ما احنا استدلنا بهم يهودي او صهينا او يعني ما استدلناش بحد مسلم خالصا ان اليهودي المعصريين اقرب للجنس الاري منهم الى اي جنس اخر اللي هو ناحية المانيا وانهم تقافة دينية تميزت بمميزات اجتماعية واقصادية وانضم اليوم عبر الناس ينتمون الى شدة الاجناس البشرية ومنهم عدد من الحبشة والاريين والهنود والخزر والمغول يعني مفيش حاجة ثابتة كما يقول مؤرخ اليهودي ابن ميمون الى اليهودية ابن ميمون ده كان طبيب بتاع صلاح الدين الايوبي ويعني الفلسفة بتاعته متأثر كتير جدا بالفلسفة الاسلامية ولامبروزو برضو متأثر جدا بالفلسفة الاسلامية وخصوصا مثلا ابن حزم وصف اليهود كشعب مشرد ومعزول من من فيه اللي عاشوا في التنقل وترحال على امتاد الايام من قررات ووصلوا الى قاصد الدنيا وفي نهاية المطاف استقرروا مع نهاية معزور الحركة السهونية دي خرافة تمام؟ ده شلوم ساند اختراع الشعب اليهودي قالك انت مرحلة من التاريخ المثقفين من نصول يهودية اخدوا فكرة اختراع شعب بأثر رجعي اتقروا ان فيه شعب كموجود مرة على الفي سنة لم يكن ليهود شعب لم يكن غير ثقافة دينية وكانوا معزولين في حارات كده في كل مدينة حارة مشتتتين في الارض اللي هو الشتات وعندهم ان الشتات يبضلوا فيه لحد ما ييجي المسيح المنتصر تاجيري ليهود بتتزمر مع ضمار الهاكل الثاني سنة سبعين ميلاديا طبعا هو تضمر اكتر من مرتين حسب كلامه من الفرس هدو كذا مرة والرومان هدو كذا مرة فحصل ان فيه اسطورة مسيحية تسربت للقرس اليهودي تمام يعني عكس مع متوقع طيب فيه احد اليهود الصهاينة عمل كتابة مفتراع ارض اسرائيل واهدى ذكره لسكان قرية الشيخ مونس اللي هي بعد كاسا سموها تل ابيب اطلعوهم ومواتوهم وعملوا قرية اسمها تل ابيب اللي هي مدينة تل ابيب توساق على حساب عروس البحر يافا لما يافا وقرية الشيخ مونس وعملوا المدينة بتاعتهم ده كلام شارون روت بارد ده استاذ محاضر في اكاديمية بلزيل لفنون التصميم في فلسطين المحتلة في اسرائيل وصاحب مقعد الفنون المعمرية في كوليت كير في الهند في كتابه اسمه مدينة بيضاء مدينة سوداء اسلوب بناء وحرب في تل ابيب ويافا وهنا هناك ضرورة لإضافة ان تعبير سامي لم يرد لها ذكر بين مؤلفات اللغة الاغراقية او اللغة اللاتينية زي ما قلنا الكلام ده مظهرش قبل نهاية القرن 18 الاشار ليه كان واحد اسمه شلوتسار سنة 1181 وقال لك فيرس الادب التوراة والشاركي تبقى الادب التوراة الجزء من الشاركي المركز الاوروبي المراكبة العنصرية بيقول لك مفروض ان انتقادل ان اسرائيل يكون زي اي دولة تانية ما بتعملش حسمها طب ليه ما بقاش فيه معادة للحامية معادة لليافيسية ليه معادة السامية تعال شوف التقرير الجميل دوت التقرير ده العمل هو ما بيش المسلمين فيهم ده اثناء الاحتلال البريطاني بهم وافكة عزبت الوقت المسلمين وحدهم تعود ملكية الحقيقة الغربي ولوهم وحدهم الحق في العين فيه لكونوا يؤلف جزءا لا يتجزى مساحة الحرم الشريف اللي هو املاك الوقف والمسلمين ايضا تعود ملكية الرسيف الكائن امام الحقيقة وامام المحل المعروف اي صفحة اية تمام تقدر تقرأ القوانين واللي كتبها اليس لفغير شاريس باردي فان كيمين السهلين الحق العربي في حقيقة المبكة في الكدس تقرير اللجنة الدولية المقدمة لعزبة الامم سنة 1930 الكاتب اليهودي نحمدس في القرن السادس لما يذكر الحقوق الغربي في وصفه التفصيل لموقع الهيكل ما فيش اي عالم يهودي يتكلم على ان الحقوق الغربي ده تبع اليهود وحتى الان فيه ناس بترفض من متديني اليهود ان هما يقربوا منه رئيس جامعة ناتوري كارتا وده واحد من اشد المتعصبين الحاخام هيرش عايش في الكدس على وضع امتر من الحقوق وما راحش ولا مرة وقال لك دي حيلة من حية السياسية السهينية اليهودي يهور امزور امين سر مجلس اليهودية التقدمية في نجلب بلتم اليهودية قال هل من المهم تقديد الصلاة على وجه التحديد عن الحقوق الغربي وقال لك لا توجد كدسية لحقوق المبكة في الدينة اليهودية طب ايه اللي خلاها فيها كدسية هقول لك ده بقى ويرفو دقامة حفلات البلوغ او يشعر اخرى هناك قال لك احنا كل شوية الناس بتقول لنا روحوا ده عبادة الاوسان معناش احنا علاقة بالحقوق ده الحقوق ده ليس له علاقة بالسهينية تماما ده حقوق البراق لتبع المسلمين وارنيست مارتين استاذ في الدراسات الكتابية قال لك الحرم الكدس الشريف لم يكن يوما في التاريخ ما كان له هيكل وان حقوق المبكة الحالي لعلاقة له بالهيكل وان هو حقوق مزور طيب بداية الموضوع ان هما عملوا له اهتمام اه دي كان ايام السلمان القانوني ده يعني رئيس دولة العثمانية او حاكم الدولة العثمانية هو الدولة العثمانية ليست خلافة هي دولة قوية جدا وبنحبها وبنقرى الطريق بتاعها ولاها مزايا ولاها عيوب لكن هو الشاهد ان هو مع سنان ودامع ماري مشهور فيه حقوق معاين كده اليهود عايزت تيجي تقعد في اي مكان وقال له بشي نعمل حاجة خالص غير بكل واحد يرى حاجة في سره فقال لهم خلاص المكان دوت لجنب الحيطة دي ممكن تدخله تمام جنب باب المغربة فهما يقول لك ايه ده سليمان وسلمان اما يقوله سيدنا طبعا لان هما شايفين ان هو كافر فهما شايفين ايه ان يعني هو ده ملك وده ملك وملك عادل ودام حاجات من ما كانش حد دهلهم حاجات زي كده فبدل ما يشكر المسلمين لا قلبوا عليهم وبدوا ان هما يخشوا الحائط ويعتدوا لكن الحائط مالوش علاقة نهائي باي حاجة من تبع اليهود طيب هل فلسطين كانت موجودة من زمان ولا حاجة جديدة كلمة هيروديت ده قاله في كتاب التاريخ سنة 1440 قبل الميلاد قال لك الختاب معروف عند المصريين والاسيوبيين منذ اخضم العصور وهذا امر يكون ربي الفينقيين والسوريين سكان فلسطين كلمة سكان فلسطين موجودة وعلى فكرة كلمة فلسطين موجودة كتير جدا في العهد القديم حتى في العهد ان ربنا بيعد سيدنا ابراهيم ان هو يقول له ارض ارض فلسطين ارض كان عانيين فكان موجودين وعايشين من قبل سيدنا ابراهيم وبالنسبة سيدنا ابراهيم خلينا نشوف حتى كده جميلة من قلب العهد القديم اللي هي ايه موت السيدة صار صار زوجة ابراهيم ابراهيم تعال نطفع على تفسير التكوين وتعال نشوف الفلسطينيين كانوا عاملوا سيدنا ابراهيم ازاي وهو عمل ايه سيدة ده صارة لما ماتت فأتى ابراهيم اللي همت بصارة ويبكي عليها وقام ابراهيم من امام ميته وكلم بني حت انا غريب ونزيل عندكم اعطوني ملك قبر معكم لقدف ميتا من امامي فبني حت قالوله اسمعنا يا سيدة انت ريسوا من الله وبيننا في افضل كبارنا ادفن ميتك لان احدهم منا يعني عاملوا كويس ودولوا هدية الحاجة اللي هو عايزها فقام ابراهيم وسجد لشعب الارض في الجزء ده سجد لهم اكتر من مرة نتيجة القرم كل ما يطلبهم حاجة يقولوا خد احسن حاجة عندنا تمام وكان عفرون جالسا بين بني حس فاجاب عفرون الحسية ابراهيم قال له الحاق لو هابتك اياه خد الجنينة كلها والمغارة اللي فيه لك و هابتها لدي عيون بني اسرائيل شعبي و هابتك اياه اتفن ميتك فسجد ابراهيم امام شعب الارض يعني شوف سيدنا ابراهيم كلهم بيعملوك دلترية كويسة جدا تمام ونفس الكلام برضو مع سيدنا عقوب برضو كانوا كرمة جدا معي فهيرو ديت بيشعر لفلسطين ان النصب اللي قامها سيوسو استريوس في البلاد اللي قهرة قد زال معظمة بس و قد قلت ابقى معين ان تدلك النصب التي مازالت قائمة في ذلك الجزء من سوريا اللي بسمى فلسطين و برضو بتكلم ان طول الوقت فلسطين 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 فيجي واحد دلوقتي مؤرخ عربي يقول لك ده عمر ما كان اسمها فلسطين ان يعمى موجودة هي من ايام زبان من ايام هيرو ديت من قبل الميلاد المفاكر فرنسي بير روسي في كتابه و مدينة ايزيس تاريخ الحقيقي العرب ان عدد اسم فلسطين الوحيد لهذه الارض يصبح اذا ليس فقط مطابقة للقاعدة التاريخية ولكن رف تدخل الى وسط احكام علمية تعصفية مسبقة ان انت تغير الاسامي وكده دي حاجة سيئ جدا لما نرجع للخرايط اللي من الفين سنة بنلافها كلمة فلسطين يعني الخرايط دي من الفين سنة مئة سنة قبل الميلاد مئة سنة ايدي قبل بعد الميلاد فبرضو فيها فلسطين ده صدر 1803 من كلية الهندسة العسكري في اسطنبول مكتوبة فلسطين الخريطة التي تحدد الدولة العثمانية ولا تنزاك فلسطين موجودة فيها تمام فده اثبات لوجود فلسطين فيه طبعا كتب زيتها فيك اسرائيل التوراطية طمس التاريخ الفلسطيني افتراع الشعب اليهودي الكتب دي مهمة جدا ان احنا نقرأها ان شاء الله انا اسف اذا كنت اوتى عليكم وجاز اكون لكم الكير